بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم وأسأله جل جلاله أن يكرمنا بالنظر إلى وجهه الكريم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم يتجدد بكم اللقاء في هذه الأيام المباركة من شهر البركة شهر رمضان المبارك يتجدد بكم اللقاء في شهر القرآن لنتدارس شيئا من آيات القرآن يتجدد بكم اللقاء من جوار الكعبة الشريفة من الحرم الآمن من مهبط الوحي مكة شرفها الله يتجدد بكم اللقاء ونحن نتدارس معا آيات مباركات من سورة العلق استعرضنا من خلال اللقاءات الماضية الآيات الأول من هذه السورة المباركة وتبين لنا وفق ما وقفنا عليه معاني تلك الكلمات بحسب ما ذكره أهل العلم في كتب التفسير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وما كانت فيه المذاكرة وكان وقوفنا مع الحلقة الأخيرة أو الجزء الأخير من هذه السورة الكريمة حيث كما قلت إن من تأمل في هذه السورة فإنه يجد في أولها وهي الآيات الأول التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء أن تلك الآيات تضمنت الإخبار عن من جاءه الوحي وقبل الوحي وتلقاه بالقبول وهذه الفئة الأولى في حال المتلقي لهذا الوحي وحي السماء والفئة الثانية التي افتدأت أو بدأ ذكرها من قول الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى وهي تلك الفئة التي عرض عليها ودعيت للإيمان بوحي السماء فأبت وأصرت وأعرضت وتمسكت بما هي عليه من الجهل والظلال ثم كان المقطع الأخير من السورة وهو يعرض ميدانا من ميادين التلاقي بين الفئة الأولى الفئة القابلة للهدى وبين الفئة الثانية الفئة المعرضة المصرة على ما كانت عليه من جهل ومن ظلال فكيف عندما يجمعها الميدان الأولى والثانية فالفئة الأولى فإن مقتضى القبول لهدى الله ومقتضى الإيمان بوحي السماء ومقتضى الخضوع والاستسلام لأمر الله عز وجل ومقتضى أنها رضيت بأن تجعل الوحي مصدر التلقي الوحيد فإن مقتضى هذه المعاني والمفاهيم الإيمانية التأسيسية لمقتضى القبول لوحي الله عز وجل فإنه سيكون من هذه الفئة القابلة ثلاثة أمور الأمر الأول الأمر الأول وهو مظهر الاستسلام لله جل جلاله الذي أنزل هذا الوحي فيظهر هذا الأمر من خلال عبوديتها لله عز وجل ومن خلال التزامها ومن خلال إعلانها بأنها تلتزم في ذلك وفي كل ما تفعل وحي السماء فإذن هذا المعلم الأول المعلم الثاني وهو أنها ستخضع أعمالها وجميع حركاتها وفق ذاك الهدى فالأول إعلان منهج والثاني خضوع عمل وتسليم في حركة الإنسان أي إخضاع جوارح الإنسان الظاهرة لوحي الله عز وجل والمظهر الثالث أنها ستتبن حقيقة اعتقادا وعملا أن تنقل هذا الحق للناس وأن تجتهد في اتساع دائرة القابلين له وإنقاذ المعرضين عنه فإذن هذه ثلاثة مواطن وهي التي الله عز وجل ذكرها عن رسوله صلى الله عليه وسلم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى فالعبودية والصلاة إذن الصلاة هذه السمة التي تمثل الخضوع العملي وأما العبودية وإن كان على الهدى فهي تبين المنهج وأن هذا الإنسان واضع نفسه في هذا الطريق وأنه ثبت أقدامه فيه فلذلك هو لا يحيد عنه لا في صغير ولا في كبير وأما الأمر الثالث وهو في قوله عز وجل أو أمر بالتقوى فمتى ما اكتملت هذه الأمور الثلاثة في عبد فإنه موعود من الله عز وجل بالنصرة والتأييد والدفاع عنه متى ما قام وعلى قدر قيامه بهذه الأمور الثلاثة قبوله للوحي واستسلامه للمصدر وعدم حياده عنه والإيمان بذلك واعتقاده هذا الأساس الأول إخضاع الجوارح لتبقى حركة هذا الإنسان الذاتي خاضعة لأمر الله هذا الثاني وأظهر مظهر يدل على ذلك الصلاة وإعلانها وإظهارها ثم الثالث أن يبلغ ذلك للناس ولا يجعل ذلك الخير قاصرا على نفسه فمتى ما قام بهذه الأمور الثلاثة فإذا هو يستحق نصرة الله وتأييد الله وحفظ الله عز وجل قام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأظهره وأعلنه فصلى عند بيت الله في وقت وفي يوم وفي حال في وقت وفي حال حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنم يذبح لها ويتوسل بها وتعبد مع الله شركا في وقت وحال وحال هذا البلد وسلطة أهل البلد خاضعة لتلك الشريعة الضالة المنحرفة شريعة الأوثان والأصنام فأعلن ذلك أعلن براءته من كل ما هم عليه وأعلن إيمانه بمصدر واحد يتلقى عنه هو وحي السماء وأعلن خضوعه لذلك ثم أخضع جوارحه في ذاك العمل الظاهر وهو الصلاة ثم أنه أمرهم بالتقوى فواجه من ذاك المعاند الذي تعلق قلبه بشهوته وغطى عليه أمر شبهته فأصبح خاضعا للمرضين مرض الشهوة ومرض الشبهة مع ما هو فيه من حال ظن بأنه مستغن بها عن ربه عز وجل من جاه ومال وأتباع وأنصار فظن أن ذلك يغنيه وأغراه ذلك كله لينازل من دعا إلى الحق ولينهى من قام بالحق وليخرس من أعلن الحق فلذلك كان ذاك موقفه فالله عز وجل يقول في حقه أرأيت فيقول في حقه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى وكان وقوفنا في لقائنا الماضي عند قول الله عز وجل أرأيت إن كذب وتولى ووقفنا معها حقيقة ذاك الموقف العظيم الذي أشار إليه علماء هذه الأمة ونبهوا على أن هذه الآية دلت على أعظم واعظ في كتاب الله عز وجل وأن هذا القرآن ذكر بهذا الواعظ كل أحد فذكر به النبي صلى الله عليه وسلم وذكر به من آمن من أصحابه وذكر به من كفر ولم يقبل وذكر به أهل النفاق الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وذكر به الإنسان بعمومه في كل زمن سيأتي بعد نزول القرآن إلى يوم القيامة ما بقي القرآن فإذن هذا الواعظ الأكبر الذي هو العلم برقابة الله جل جلاله وهذا ما وقفنا معه وحقيقة أقول إن البدء في مواجهة هذا الظالم أن ناهي العبد الصادق أن يصلي أن ناهي له أن يعلن إيمانه أن ناهي له أن يدعو الناس إلى هذا الهدى وهذه التقوى البدء مع هذا الإنسان بفتح باب العلم بالله عز وجل إذن أراد الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم وهو الرحيم وهو الكريم أن يبين أيضا للناس ولنبيه صلى الله عليه وسلم أن إشكال المعرض عن الحق هو أنه لم يعلم ولم يعرف المعرفة الصحيحة عن من أنزل هذا الحق وأن أعظم علاج وأول علاج أن يفتح على قلبه هذا الأمر باب العلم بالله عز وجل فلذلك كانت المواجهة الأولى لهذا الناهي أن الله عز وجل قال ألم يعلم بأن الله يرى وهذه الصياغ في هذا التركيب كما أنها فيها من جهة توبيخ بأنه جاهل بالعلم بالله إلا أن فيها تحفيز للنفس أن تعود إلى هذا الأمر وأيضا فيها بيان تسبيب أي أن السبب فيما فعل وبتلك الجرأة وبذاك التعدي والظلم أن السبب الرئيس أنه لا يراقب الله ولا يستشعر معية الله معية الجلال والعظمة وأن ذلك نتاج جهل بالله عز وجل فلذلك حصلت منه تلك الجرأة فإذن ألم يعلم بأن الله يرى إذن أعطت تلك الدلالة قضية التسبيب أعطت تلك الدلالة أن أول ما يبدأ مع الإنسان أن يفتح عليه باب العلم بالله لأنه هو الكفيل الذي فيه المعالجة لذاك الإشكال وخصوصاً عندما يكون الإشكال مرتبط بالكبر والطغيان والتعدي فإن هذا الأمر من أعظم ما يعالج ذاك الخلل لمن وقف وألقى سمعه وأحضر عقله فسيكون هذا العلاج فيه الكفاية أن يعالج ما يجد في نفسه من مرض الكبر والطغيان والحسد والجهل واتباع الهوى سيجد في هذا الأمر ما يقطع وارد هذه الأمراض وهذه الأمور ما يقطع واردها على نفس الإنسان وعقله فإذن نأخذ هذه الفائدة العظيمة ألم يعلم بأن الله يرى ثم يقول الله عز وجل كلا لئن لم ينتهي كلا ردع وزجر لهذا الذي نهى بظلم وبغير حق من كان على الحق ردع له ولكن ننظر إلى هذه الآية الكريمة وأيضا صياغة هذه الجملة في هذه الآية المباركة كلا لئن لم ينتهي فإنها تضمنت الردع وهذا مطلب ولكنها أيضا تتميما لما قبلها في قول الله ألم يعلم بأن الله يرى فكما أن فيها معنى الردع إلا أن فيها معنى آخر وهو دعوة للصلاح وفيها أيضا معنى ثالث وهو فتح باب الأمل بأن الله عز وجل لن يؤاخذه إذا هو انتهى أن يستمر في غيه وفي ظلمه وفي منعه إذن فيها الردع وفيها الدعوة إلى الصلاح وفيها أيضا حمل الإنسان أن يتراجع وأنه ما زالت أمامه فرصة كلا لإن لم ينتهي أي إن انتهى فلن يحدث ما بعدها وأن ما بعدها سيكون إذا لم يكن منه هذا التراجع أما إن حصل منه التراجع فلن يأتي ما بعدها وهنا أيضا يعزز هذا الأمر الذي أشار إليه عدد من المفسرين يعزز المعنى الأول ويؤكد أن الله جل جلاله بكمال رحمته سبحانه وتعالى فالله عز وجل يملي لعبده ويفتح له بابا بعد باب علّه أن يعود وهذا كم فيه أيضا من التوطين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتعليم له عليه الصلاة والسلام أن يتعامل مع الناس بهذا المعنى وهذا الذي الله سبحانه وتعالى جعل مقصود هذه البعثة الخاتمة أنها رحمة للعالمين فإذن هذه معاني يشير لها العلماء من خلال هذا التركيب في هذه الآية الكريمة كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية إذا لم يتراجع فالله عز وجل سينصر عبده والله عز وجل سينتقم من عدو عبده فهو نصرة لعبده وهو أخذ لهذا الظالم بما كسبت يداه وبما يستحق فأعطيت له الفرصة أن يعالج مرض نفسه بأن يتذكر معية الله ومراقبة الله ثم أن يفتح له ذاك المدى في أنه لو تراجع لن يناله ما سينزل به ولكن إذا أصر لم ينتفع لا بالأول ولا بالثاني فيقول الله عز وجل لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية هذه اللام قال العلماء اللام الموطئ للقسم فلذلك كلا التي في لئن لئن لم ينتهي هي اللام الموطئة للقسم ويكون التقدير كلا والله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية فتكون لنسفعا جواب جواب للقسم المقدر جواب للقسم المقدر لنسفعا السفع السفع بمعنى الأخذ والقبض على الشيء مع أخذه بشدة وقيل السفع بمعنى السواد أن تعلو الإنسان أن يعلوه السواد فإذن لنسفعا إما من المفسرين من أخذ هذا المعنى فالسفع بمعنى القبض والأخذ ومنهم من قال السفع بمعنى السواد ولذلك كما جاء في الحديث في وصف المرأة سفعا الخدين بمعنى يعلو خديها سواد فقوله لنسفعا بالناصية فإذن إن قلنا على المعنى الأول أي أنه تأخذ مقدمة شعر رأسه كما ذكر الله عز وجل فيأخذ بالنواصي والأقدام فيأخذ مجامع شعر رأسه مقدمة شعر رأسه ويأخذ أخذا شديدا لنسفعا بالناصية ثم هذا الأخذ الشديد ليقذف في النار ليقذف في النار هذا على قول من قال أن الوعيد هنا وعيد في الآخرة ومن العلماء من قال بل هذا في الدنيا قبل الآخرة وقالوا هذا ما حصل لهذا العدو من أعداء الله حيث قتل في بدر وأخذ وسحيب وألقي في قليب بدر ومن العلماء من قال ما دام المعنى يحتوي ويقبل الأمرين فيحمل عليهما فيكون ذلك له في الدنيا والآخرة لنسفعا بالناصية إذن الناصية عرفنا أنها مقدمة الرأس مقدم الرأس والسفع الأخذ والقبض لمقدمة الرأس بشدة أو السفع بمعنى السواد أي يعلوه السواد فإن قلنا في الدنيا يعلوه ظلمة وسواد مما هو فيه من الإعراض وإن قلنا في الآخرة يعلوه السواد من أثر النار التي يصطلي فيها لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة أطلق أطلق الناصية وأراد صاحبها وأراد صاحبها وتلك الناصية وصفت بالكذب والخطيئة والمعنى أن صاحبها موصوف بهذين الوصفين وقدم الكذب على الخطيئة بمعنى أن الخطيئة أساس وجودها ما كان في أعماق نفسه وعقله من التكذيب وعدم التصديق بالوحي فهذا الذي جرأه على الخطيئة هذا الذي جرأه على الخطيئة فإذن هي ناصية كاذبة خاطئة وخاطئة من العلماء أيضا من قال خاطئة الفرق بين الخاطئ والمخطئ قالوا الخاطئ هو الذي يفعل الخطأ عن تعمد وأما المخطئ فهو الذي يفعل الذنب يرتكب الذنب عن جهل وهذا فارق كبير فالخاطئ هو من يرتكب الذنب والمعصية عن عمد وأما المخطئ الذي يرتكب ذلك عن جهل فلذلك قوله ناصية كاذبة خاطئة أي أنه هذه الناصية كاذبة لأن الحق عرض عليها فلم تقبله وردته وأصرت على ما كانت عليه من الظلال والجهل فأصبح خطأها الآن يختلف عن خطائها قبل حدوث البلاغ فإن كان خطأها قبل حدوث البلاغ عن جهل فأصبح خطأها بعد حدوث البلاغ عن علم وإصرار فلذلك قدم كاذبة أي بمعنى أن ناصية هذا الإنسان كاذبة أي جاءها الحق فكذبت ثم بعد التكذيب نتج عنها الخطأ فأصبح الخطأ ناتج عن إصرار نتج عن إصرار ناصية كاذبة خاطئة ثم يقول الله عز وجل فليدعو نادية جاء في الحديث عند الترمذي أن أبا جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نهاه أن يصلي عند الكعبة وقد رآه يصلي خلف المقام فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره فأخذت العز أبا جهل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من أنت حتى ترد علي وأنا أكثر أهل الوادي نادية أكثرهم أتباعا وأكثرهم مجلسا فمن أنت الذي تتجر وأن ترد عليه وأنه يقول لو لم تنتهي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سأجمع هذا الوادي عليك ونعلم أن هذه الآيات نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم كان وحده الذي يعلن أمر الإيمان وأمر الدين وأمر الدعوة وكان من معه من الصحابة رضوان الله عليهم ما زالوا ما زالوا أن يصلوا إلى القدرة على مواجهة قريش والملأ فنتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يواجه بهذا الأمر لوحده فهنا يتولى الله عز وجل الدفاع عنه أليس هو عبده الذي صلى أليس هو الذي على الهدى أليس هو من يأمر بالتقوى إذن فالله ينصره فيقول الله عز وجل مباشرة لعدوه فليدعو ناديه وما قال قل له فليدعو ناديه وإنما جاء الخطاب مباشرة إلى هذا العدو وكأن الله عز وجل جل جلاله بعظمته وكمال قدرته ينازل هذا العبد ولو كان عنده عقل لكان في هذا الخطاب ردع لأن يستمر في ضلاله وطغيانه وباطله ولكن سبحان الله إذا عميت البصيرة وإذا امتلأ القلب جهلا بالله وإذا ملئت النفس كبرا وحسدا أن لهذا الإنسان أن يتنبه لذلك كله وأن يقبل الحق فالله يقول فليدعو نادية إذن وكأن هذه المنازلة ليست بين أبي جهل ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بل بين أبي جهل ورب العزة والجلال فليدعو نادية ليتجرأ ولينفذ ما قال وناديه هنا هل المقصود قومه أو جلساؤه أو عشيرته كل ذلك يمكن فليدعو ناديه يدعو عشيرته ويدعو قومه ويدعو جلساءه فليدعو ناديه ماذا سيكون إذا هو الآن لم يعلم بأن الله يرى ولم ينتهي عن نهيه ثم أنه أصر على ذلك فاستنصر بجلسائه وبقومه وبعشيرته على أن يعينوه على أن يمنع عبدا إذا صلى وأن يمنع آمرا بالتقوى وأن يمنع مستقيما على الهدى فتقوى بهؤلاء إن حدث ذلك منه هذه الخطوات الثلاث قال الله عز وجل سندعو الزبانية سندعو الزبانية هذا الدعاء إعلام بأن هناك جند تحت أمره جل جلاله لا يخالفون أمره يلبون أمره جل جلاله سندعو الزبانية والمراد بالزبانية الملائكة المراد بالزبانية الملائكة وقيل خزنة جهنم سموا بذلك لأنهم يرفعون ويدفعون أهل النار يدفعون أهل النار إليها بشدة يدفعون أهل النار إليها بشدة سندعو الزبانية والمعنى أنه وعد لا خلف فيه أنه وعد لا خلف فيه سندعو الزبانية أي متى ما كان ذلك منك سيكون ذلك من الله عز وجل فياترى وهل يسأل عن نتيجة مقابلة بين جند الله من الملائكة وبين جند البشر فالنتيجة محسومة لذلك يقول الله بعد أن كان الخطاب لهذا الناهي هذا الظالم هذا الذي طغى يتوجه الخطاب إلى المنهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا كلا لا تطعه أي لا تطع هذا الناهي عندما نهاك عن صلاتك لا تطعه لا تطعه فيما لو داراك بكلامه لا تقبل منه لا تطعه أي أثبت على ما أنت عليه من عصيانه وعدم طاعته لا تطعه فاثبت على هذا العصيان أثبت على ما أنت عليه من عصيانه كلا لا تطعه لا تطعه واسجد واقترب اسجد هنا ما ذكر الصلاة ولكن ذكر أخص أعمال الصلاة وهو السجود الحالة التي يكون العبد أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل والحالة التي وانظر إن من هناك عند رأسه عدو ويتربص بإيذائه وحال السجود فإن الإنسان يصبح لا يرى عدوه لأنه أصبحت عينه في الأرض ولا يفعل ذلك إلا من امتلأ قلبه ثقة بربه وبوفائه بوعده وبكمال قدرته فلذلك هو يسجد ويعلم أن الله سيدافع عنه لأن هنا الآن في السجود ليست قضية أن يقابل عدوه ويتكلم بما هو عليه من الحق بل أنه سيسجد لربه ويضع رأسه في الأرض ساجداً لله عز وجل مع أن عدوه الآن يتوعد فلا يفعل ذلك إلا من يثق بوعد الله عز وجل ولذلك هنا تكون عندنا حقيقة عدة معاني يتضمنها هذا التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هل استجاب لربه في أنه لم يطع أبا جهل هل استجاب لربه عز وجل في أنه سجد له والخصم يتوعد الجواب نعم لم يطعه من حين نزول هذا الأمر وإلى يوم أن سحب هذا العدو في قليب بدر سنوات وكان الثبات على عدم طاعته وعدم التراخي في الاستجابة لأمر الله عز وجل كلا لا تطعه فلم تكن منه صلى الله عليه وسلم لعدو الله طاعة إلى أن أخزاه الله وقتله فإذن هذا الأمر حقيقة نجد أن هنا أربعة معاني عظيمة لا بد أن نقف معها هذا هذا الثبات الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم كان باعثه الأول ودافعه الأول ومدده الأول هو ممتلأ به قلبه من العلم بالله عز وجل ولذلك كيف يدعو الإنسان الناس إلى رب صلة هذا الإنسان الذي يدعو بهذا الرب ضعيف كيف يدعو الإنسان الناس إلى رب علمه أي علم هذا الداعي علمه بربه ضعيف كيف يدعو هذا الإنسان الناس إلى الإيمان برب هو لا يعرف شيئا عن صراطه المستقيم فلذلك هنا هذا الثبات من النبي صلى الله عليه وسلم كان قوامه ذاك العلم الحق بالحق جل جلاله وهذا عندما يكون الخضوع لوحي الله جل جلاله والفهم والتدبر والتذكر لما جاء في القرآن عن العلم بالله وقد قلنا في أول اللقاءات أن هذا الكتاب العظيم ما ذكر فيه شيء كما ذكر العلم بالله جل جلاله ما ذكر شيء ولا بين شيء بيانا كبيان العلم بالله سبحانه وتعالى فإذا هذه قضية أولى وهذه المعرفة وهذا العلم هو ماذا هو عنوان الصلة بين القلب وبين الرب جل جلاله واضح فلذلك هذا الأصل الأول فلذلك هنا الخضوع الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم والقبول الذي كان منه صلى الله عليه وسلم إذن أساسه الذي بني عليه صلة عظيمة وثيقة بالله عز وجل مبنية على علم حق بالله جل جلاله وما له سبحانه وتعالى من الجلال والكمال هذا أمر أول الأمر الثاني قضية الثقة في الله جل جلاله بعد العلم إذا كان هذا العلم صحيح ما هو عنوان ذاك العلم أن يمتلئ القلب ثقة بالله أن يمتلئ القلب ثقة بالله ولذلك عنوان الثقة ذاك التسليم المطلق فإذن علم وصلة أثمرت ثقة عنوانها التسليم التام إذن هذا الأمر الثاني هذا الأمر الثاني الأمر الثالث وهو النفس الطيبة الزكية التي تزكت بالوحي فعلاها السكون والرضا وعدم الظجر والتوتر بل كان الثبات وأعظم ما يغيظ الظالم إذا أراد أن يظلم عندما يرى الثبات في من أراد أن يظلمه الثبات فيما عليه الإنسان من الحق وأن لا يضطرب وأن لا يتردد وأن لا تأخذه الحيرة والقلق فلذلك قضية الطمأنينة ولذلك لم يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من تلك المعاني لا من الإضطراب ولا القلق ولا التوتر ولا عدم القناعة بما هو عليه فلذلك تلك الطمأنينة الدالة على زكاء في النفس زكت بوحي السماء فلذلك جعلها وحي السماء تظهر أمام خصومها بتلك الطمأنينة وذاك الرضا وتلك السكينة وتلك القناعة والقبول وهذا معنى عظيم فلذلك نجده هنا حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل وثبت وصبر ولم يظهر منه ضعف أبدا أما الأمر الرابع فهو الشجاعة ثبات القلب وشجاعة النفس وهو حقيقة خلق عظيم خلق عظيم وما من شك أن هذه الشجاعة من أعظم ما يكون مددا لها وسببا في تقويتها في النفس هو أن يمتلئ قلب الإنسان ثقة أن يمتلئ قلب الإنسان ثقة في كمال قدرة الله هذا واحد وفي كمال وفائه بوعده ليس ليس عنده أدنى تردد أن الله قادر وأن الله قوي غالب ليس عنده أدنى تردد أن الله أوف الأوفياء وأن الله ناصر عبده إن صدق معه فهذا أعظم مدد لوجود الشجاعة في قلب الإنسان ثم أن الثالث هذا ما يتعلق في تعامله مع ربه الثاني ما يتعلق بتعامله مع نفسه أن يعلم أن ما هو عليه أنه الحق وأن أحق شيء في هذا الوجود هو أن حق الله عز وجل لا بد أن يسود أن أحق شيء في هذا الوجود أن يعلم علم اليقين بأن حق الله لا بد أن يسود وأن هدى الله عز وجل لا بد أن يعلو وأن من عمل بذلك الهدى فعمله حق ليس تعدي تلك القناعة حقيقة هي من أعظم ما يؤسس للشجاعة فإذا أمر فيما بينك وبين الله وأمر فيما بينك وبين عقلك ونفسك مرده إلى مدى القناعة بهذا الحق وأن القائم به مصيب 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 للصراط المستقيم فإذا امتلأ القلب بهذه القناعة وكانت الصلة بين العبد وبين ربه قائمة على علم بكمال القدرة وعلى يقين بصدق الوفاء من الله جل جلاله بنصرة عبده فإن هذا أقوى ما يجعل ذاك الإنسان يثبت في أحلك المواقف وفي أشدها وهذه أربعة أمور حقيقة عظيمة فإننا نتلمسها في كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر الرباني كلا لا تطعه واسجد واقترب فسجد صلى الله عليه وسلم لربه بين أظهرهم وخضع لله جل جلاله ورفع صوت الحق كما يريده الله جل جلاله وما قبل مداراتهم عليه الصلاة والسلام إذن هذه القضايا الأربعة حقيقة هي محل تأمل كلا لا تطعه واسجد ثم قلنا أن هذه أيضا الآيات وهذا الموقف يعطينا دلالة على مكانة الصلاة على مكانة الصلاة عند الله عز وجل وخاصة ما كان منها ظاهراً وهو صلاة الجماعة شعار أهل الإسلام المحافظة عليها وأداؤها بحقها فإن فيها مدداً عظيماً وإن فيها عوناً كبيراً للإنسان أن يثبت على الحق وأن يصبر في مواجهة كل ما يلقاه من البلاء ثم نجد بين بداية السورة وخاتمتها ذاك التلاقي العجيب فإن في أول السورة الأمر بقبول الوحي والخضوع له وفي خاتمتها ثمرة قبول الوحي وهو السجود والاقتراب من الله تمام الخضوع وتمام التسليم وتمام الثقة وتمام الرضا وتمام اليقين بالحق والحق قانية عندما يكون الإنسان مستسلما لوحي ربه عز وجل ففي الأول قبول الهدى الوحي وفي الخاتمة الخضوع لذلك الهدى وقبول الوحي فإذا إذا الإنسان تفكر في ذلك كله وتأمله فكم سيجد في هذه السورة الكريمة من فائدة وعظة وعبرة وبذلك نكون قد انتهينا من الوقوف مع هذه السورة المباركة سائلين الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يرزقنا القيام بطاعته والقرب منه سائلين الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه المتقين ومن حزبه المفلحين ومن عباده الصالحين نسأله عز وجل ذلك كله فهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ونسأل الله التوفيق والسداد ونسأله عز وجل أن يرفع الوباء عن الأمة نسأله جل جلاله أن يجعل ذلك خيرا ورحمة وأن يجعله سببا لحال للأمة أحسن وأفضل وأقرب إلى ربها عز وجل إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر